السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل تأخر الدورة خمس ايام طبيعي ام لا يعتبر تأخر الدورة الشهرية من اكثر الامور المسببة للقلق والانزعاج لدى النساء لا سيما اللواتي لديهن دورة شهرية منتظمة وزيادة الشك في حدوث الحمل لدى النساء المتزوجات تأخر الحيد هو تأخر الدورة الشهرية عند الانسة البالغة عن موعدها المعتاد بمدة تزيد عن عشرة ايام تستمر الدورة الشهرية العادية 28 يوم زائد او ناقص 7 ايام لذا يمكن للدورة ان تتأخر لمدة 7 ايام والذي يعد اقصى مدة لتأخر الدورة الشهرية بشكل طبيعي او المعدل الطبيعي لتأخر الدورة الشهرية لذلك اجابة على سؤال هل تأخر الدورة الشهرية 5 ايام امر طبيعي فالاجابة هي ان شاء الله يكون امر طبيعي وحتى اذا تأخرت لمدة اضافية وصلت لسبع ايام فان شاء الله يكون ذلك معدل طبيعي لتأخر الدورة الشهرية اما اذا مر اكثر من 35 يوم من موعد اخر الدورة الشهرية لديكي فان ذلك يعد امر غير طبيعي ويجب البحث عن سبب تأخر الدورة الشهرية في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع الى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركو الفيديو مع اصدقائكم وتشاركو معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر